اشتركوا في القناة 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 وهو أون دوزر ولا إينار يعطي له ريزلتات يعني أبلو به يطلع من علي كونت لا مهم شوز يطلع من فالنس ولا يطلع من سميو هالي لفيل دو ليطالي جينوفا سي لا مهم شوز سكي قدر ني أنا نأكد لكم يا جماعة صبرا جميلا صبرا جميلا يا جماعة حنا طولنا زعفنا بكينا تحرمنا كما كنت نقولها في البلاطو دو تيلي زوج عيد الجزائرين ما حضروش زوج رمضان الجزائرين ما حضروش زوج الصيف يعني الصيف الجزائرين ما حضروش وهذه ما يحسها يا جماعة ما يحسها إلا ليعاش الغربة إلا ليعاش أنا عشتها أنا على بالي جوسو يا نيمي قري كونفو الله غالب يعني هنا يا الإخوة حكمنا حكمنا الوباء هذا فقط حكمنا الوباء وطرمو الإنسان راهوا عندكم فما راهوا معاكم وزايد قلت لكم وعطيتكم في العديد من المرات الأسباب على واش راني هنا بعد الوفاة تعال والدة التاعي تسمى الإنسان البلاسة اللي مت فيها الوالدة دائما جيد قيلة يعني إلى ربي سبحانه إن شاء الله يعطينا الصبر وربي سبحانه إن شاء الله يعطينا يعطينا راحة البال إن شاء الله لكن تأكدوا بل لي هذا الأمور على بل بيها حس بها أقسموا بالله العلي العظيم يا جماعة والله العلي العظيم ما يقدر واحد يعرف الأحاسيس التاعكم والمشاعر التاعكم الحزن التاعكم الإحباط التاعكم الإنشغال التاعكم كما نعرف هنا أنا ربما ربي أعطاني إن شانس جيتي ديجا جورناليست جي في دي روبرتاج أترافر لومونت تعالكم مينوتيتانا صف دير نعرف نعرف المغترب هذا وشي يحس نعرف كي يوصل العيد وشي يحس نعرف كي يوصل رمضان وشي يحس نعرف كي يوصل الصيف وشي يحس سيبرساكي راني نهضر أنا في القناة التلفزيونية مع زملائي الصحفيين نهضر على قناعة نهضر على قناعة ما هوش نبتاكر ما نيش نبتاكر في أفكار قلاء نهضر على قناعة يعني كي نهضر لين يقريح الصروعه باللي هو اللي يهضر وعلى هذا الأساس حبيت نقول باللي إحنا صبرنا صبرنا يا جماعة صبرنا على قداش نحاجها راني قولت صبرنا على الموت تع والدينا فاميلاتنا صبرنا على تحرمنا من رمضان تحرمنا من العيد تحرمنا من قداش نحاجها اللي تحرمنا منها إن شاء الله ربي أدعيه معانا كذلك أنه يا ربي يرفع علينا البلاء هذا ربي يرفع علينا المرض هذا هل ظنوا يا جماعة أنه واحد حبي يموت هل ظنوا يا جماعة أنه إنسان مسكين ندقاس ويعني يعني كي الناس ما نشف أمنين باللي ماته أنا كنت نحكي لكم على سليمان بخليلي أقسم بالله مني مأمن لحد الساعة لحد اللحظة هذه باللي مات أقسموا بالله نقسم بربي سبحانه قلت لكم في العديد من المرات نحل لاباش تاعه وصير واتساب نقول بالكش خلى لي ميساش نروح لاباش تاعه وتاع الفيسبوك نقول بالكش دار بوستا نفس الشي كريم بوسالم البارح البارح كنت نتبع فلا باش تاعه يعني باش تشوفوا يا جماعة باش تشوفوا يا جماعة ها أوراه المرحوم ها أخر واحد لأخر واحد لعزاه هو شخصيا فريد روكر ها أخر واحد لعزاه وما تكلم لكمش عزاه سليمان بخليلي ها وراه يعني كان يعزي المرحوم ها أحمد هذا اللي كان معنا في الحزب المستقبل ربي يرحمه ويستعليه كذلك يعني مع عدا مسكين كان يعزي في الناس هاي هذي صحفية معنا في كانالة جيري مسكينة وفاة الله يرحمها يعني راني نشوفوا هذي في الصفحة نتاع وراني نقول لكم هذي زميلتنا كذلك في القناة قناة الأولى عزاه وصلت دلتو وصلت دلتو وهذي متحق وعليه ما يعني أنا أتعجب يا جماعة أتعجب وأتسائل في بعض الحيان نقول بلكش أنا راني منش على بالي أنا بلكش منيش ما عنديش مخكمة الناس يعني لحد الآن الناس ما زلت ما تأمنش بالكورونا لحد الآن الناس تقول لك ما كانش منها يعني سبح الله الناس هذي اللي متوا قدامك ما أمنتوش هذي باش متوا باش متوا هذي الناس ولبس بهم ما عندما لقى أمراض ما قال هذا أريكاردياك ما قال هذا مسكين مت بالكونسير ما قال هذا مت يعني بمالادي كرونيك ماتوا بالكورونا ما زلت الناس ما تأمنش كي تقول ما جماعة دير باذات وكأنه وكأنه الإنسان وكأنه الإنسان رأت قتله ما ليش على بالي وجه قتله ولا الإنسان يحشم كي تدير تالبافات وتلقى وعتموش بدير بافات شغل آه واش أخويا نتارك لعبها واش تحس فيها ناراني مريض يا أخي وين على بالك بيه ولا بيك المرض هذا فيه ولا فيك تا المرض هذا رأوا ما عنده لا لون ما عنده لا لون لا رائحة ولا شيء آخر هذا ما تعرفوش قدر الإنسان اللي بس به ورأوا مريض يعني يلتو ترسمي لفيروس هذا وانت مكش على بالك وعليه حبيت نكمل فقط هذا اللايف تاعي ونقول لإخوة الجزائريين تعنا لسيما داخل الوطن لسيما داخل الوطن لأنه الإنسان اللي رأوا عايش في الغربة هو عايش فيها أما بخوة الجزائريين راجاء يا جماعة راجاء راجاء يا جماعة الإنسان يأخذ احتياط التاعو يأخذ احتياط التاعو والإنسان إذا بغي يخوي يموت يموت وحده إذا بغي هذا الإنسان يمرض مرض روحك وحدك علاه تروح جيب الأذى للمك علاه تروح جيب الأذى لمرتك علاه تروح جيب الأذى لولادك يا أخوي بغي تموت روح موت وحدك آه تخرج تلعب وتخرج تقصر وإحنا يارنا هنا نسمعه في الأغاني ونسمعه في العلاس وتصغريت وتعالباك يتسالمه ويتعانقه وعلى الأخر السيد يروح يدي المرضى لأمه ويديها الباباه يديها لختم يا أخي بغي تموت روح موت وحدك ما تديش معك أمك وتدي معك أخوك وتدي معك أختك وتدي معك الناس مساكن عندهم أمراض مزمنة وحده عنده ديابات وحده عنده لكر وحده يدي ردياليز وحده وتولي أنت يموت لك باباك في يديك تولي أنت ندم حياتك كاملة وتقول أنا هو السبب زيد عندنا الفاكسن يعني أتعجب يا جماعة أتعجب من الناس لماذا زالوا لحد الآن يطرحوا أسئلة